شرعت السلطات الجزائرية في عملية إجلاء الرعاية الجزائريين المقيمين في السودان ورغبين بالعودة إلى أرض الوطن بالإضافة إلى السلك الديبلوماسي وذلك بسبب سوء الأوضاع الأمنية في السودان حيث انطلقت العملية عبر رخلات خاصة ومباشرة من مطر بورت سودان نحو الجزائر كما تشدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كانت قد وضعت كافة الإمكانيات من أجل التكفل بالجالية المقيمة في السودان كما وضعت أيضا رقم الأخضر للتبليغ عن مستجدات أوضاع أفراد الجالية الجزائرية من أجل التكفل بها